بسم الله الرحمن الرحيم مدارس القيروان النموذجية مادة التاريخ للصف العاشر الوحدة الرابعة وحدة عصر الثورات والنهضة العربية الكبرى والفصل الرابع عن الثورة العربية الكبرى قاد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي عام 1916 للتحرر من الحكم التركي والتخلص من الظلم والاضطهاد الواقع على الأمة العربية فكان عندنا أسباب غير مباشرة للثورة من هذه الأسباب تمثلت في واحد نمو الوعي القومي العربي نتيجة رفض الاتحاديون لمطالب العرب الإصلاحية ثنين سياسة التتريك التي مارسها حزب الاتحاد والترقي في الدول العربية لتحويل اللغة العربية اللغة التركية وجعل الثقافة مرتبطة بالثقافة التركية ثلاثة رغبة العرب في الاستقلال والتحرر من الحكم التركي أربعة ضعف الدولة العثمانية خمسة سقوط بعض الولايات العربية بيد الاستعمار الفرنسي والبريطاني ولم تقم الدولة العثمانية بالدفاع عنها جميع هذه الأسباب أدت إلى ظهور الثورة العربية الكبرى بالنسبة لسياسة التتريك هي سياسة مارسها الاتحاديون لهم حزب الاتحاد والترقي ضد رعاية الدولة العثمانية من خلال تتريكهم وتغيير ثقافتهم الأصلية وفرض اللغة التركية عليهم وفرض الضرائب الباهضة عليهم أما الأسباب المباشرة للثورة فكانت واحد سياسة جمال باشا السفاح تجاه العرب وكانت سياسة ظالمة تنين إبعاد الضباط والجنود العرب عن بلادهم إلى القتال في أماكن بعيدة ثلاثة إعدام الأحرار العرب ومثقفهم ونفي عائلاتهم أربعة مصادرة المحاصيل الزراعية وإجبار العرب على دفع الإعانات للجيش وفتفشت المجاعة بينهم خمسة دخول تركيا الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا هذه كانت الأسباب المباشرة للثورة نتحدث عن الشريف الحسين بن علي ولد عام 1852 وكان محط احترام العرب والمسلمين لنسبه بالرسول عليه الصلاة والسلام ولكونه شريف مكة هلأ مقومات الثورة العربية الكبرى إنه من أهم مقوماتها إنها كانت أهدافها واضحة ومن أهدافها هي التحرير والسيادة العربية وإحياء القومية العربية تنين تفاني العرب والتفافهم حول قضيتهم المشتركة تلاتة قيادة مؤهلة ومقبولة على الصعيدين العربي والدولي إعلان الثورة ومجرياتها أطلق الشريف الحسين بن علي الرصاصة الأولى في عشر حزيران عام 1916 في 29 حزيران أصدر منشورا أعلن في استقلال البلاد عن الحكم التركي وشارك فيها العرب من البلاد العربية كلها من نتائج الثورة العربية الكبرى واحد إخراج القضية العربية إلى الوجود وانتزاء اعتراف الدول الكبرى فيها تنين حق العرب في تقرير مصيرهم تلاتة تأسيس ممالك عربية مستقلة في سوريا والأردن والعراق أربعة إعادة وحدة العرب الروحية علم الثورة العربية الكبرى يتألف هذا العلم من مثلس أحمر اللون تلتصق به ثلاث ألوان أفقية متوازية اللون الأسود في الأعلى هو راية الرسول عليه الصلاة والسلام اللون الأخضر شعار الفاطميين واللون الأبيض شعار الدولة الأموية أما المثلس الأحمر فهو راية الدولة الهاشمية اشتركوا في القناة